هل الحاكم الذي يدعي الإسلام ويحكم بغيره كافر؟ وإذا كان يكفر بذلك هل الذي لم يكفره كافر؟ تقدم سؤال هذا في جماعة المالكة تقدم جواب عن هذا يحتاج إلى تفسير لأن الحكام الذين يحكمون بغير الشريعة قد يكونون يزعمون أنهم مضطرون وأن شعوبهم أو المولى الأخرى تضرهم إلى هذا وأنهم يؤمنون بأن عملهم باطل وأنه منكر وأنه معطية ولكنهم اصطروا إليه وبعانوه كما يعلن سابقا شووخ قبائل يحكمون قوانين أسلاغهم فهؤلاء الذين حكموا قوانين ضرعية إذا كانوا أعونها جائزة تقدم نعم في الجمعات الماضية إذا كانوا يرون القوانين جائزة وأنها أفضل من الشريعة أو أنها ساوي الشريعة هم كفارهم من هذا جميع الأحوال الثلاغ لأن قوانين ترث ليعتقدوا أصحابها أنها أفضل من الشريعة وثلاث يعتقدون أنها مشى الشريعة إذا حكمواها وحكموا كلها وحدة وترث ليعتقدون أنها الشريعة أفضل وأولى لكن هذه جائزة لا بأسة بتحكيم القوانين المضعية ومن اعتقى بهذا فهو كافر مردد عن الإسلام لأن من استباه محرم الله فهو كافر ومن ثلاث أصحاب شريعة الله فهو كافر ومن اعتقى به الدين الله فهو كافر فوق بالله وآياته ورسوله كنتم تستاذعون لا تعتقدون بكرة ثم تأيمان فذلك بأنه فره ما أنزل الله فهو كافر أعمالهم من قصود أن استباهة المحرم المعروف للذين بالضرورة أنه محرم كما أن تحيين ما أعلم للذين بالضرورة أنه حلال تحريمه كبرهم بالله وردة لو قال قائل أن الغنم حرام أو الإب الحرام والبقر حرام أو اللمى الحرام فهو مرتد عن زين الله بعدما يوين له أنه خاطر ونظال أو قال إن الزن حلال أو الخبر حلال ومرتد عن الإسلام فالذي يقول للشريك حلال أعظمه وعشر وأحبث فالحاصل أن الذي يرى من تحكيم القوانين التي تخارج شريعة الله في أمور الناس إنها جاعزة أو إنها من جس شريعة أو إنها ظامن الشريعة هذا كان هنا بدمئة لعب وإن من الذي لا يكفر الذي قد يقع من حقوب الإيمان ذا الله لحكم بعض القوانين لكن يعتقد أنه غالب وأنه مخطي خاطئ في ذلك وأنه عاصد ربه ولكن حكمها لأغراض وأصباب وإلا هو أنه يعلم ويعلم أنه ظالم هذا قال في ابن عباس إنها ليس كسبك بالله وليس كالظلم الأكبر قال في مجاهي وطاورت وجماعي أنه ظلم دون ظلم وكفرون دون كفر فالحاصل أنه إذا لم يعتقد إذا حد ذلك وإنما فعله يعلم أنه عاصي وأنه ظالم نفسه وأنه واجب على تحكمه الشريعة فإذا لا يكون كافر وكفر أكبر بل كفر أصدر وظلم أصدر وحكم أصدر وحكم أصدر وحكم أصدر